بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا بكم مجددا مع ختمة تصحيح التلاوة التي نمر فيها على كل حرف وكل كلمة من بداية المصحف إلى النهاية بترتيب المصحف من الفاتحة إلى الناس الآية تبدأ بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله هذه الواو عليها دائرة مستديرة وهي تعني في المصحف عدم القراءة إذن هذه الواو لن تقرأ كأنها غير موجودة ونقرأ من هذه الهمزة المضمومة إلى اللام المفتوحة أولى أولى أما هذا الألف يلي همزة في نفس الكلمة إذن هو مد متصل إذن لن نقول أولائك ولكن أولى أولائك الذين همزة الوصل تسقط في الوصل ونقرأ من الكاف إلى اللام المشددة طبعا الذال ننتبه لا تبدل بزاي لنقول الذين لعنهم الله نفس الكلام تسقط همزة الوصل عند الوصل وهذه الميم أصلا هي ميم جمع تبنى على السكون يعني هي أصلا ساكنة ولكنها عند الوصل بعد أن تسقط همزة الوصل تلتقي هذه الميم باللام المشددة إذن سيلتقي ساكنان الميم واللام الساكن الأول ميم جمع إذن تحرق بالضم وبما أن هذه اللام سبقت بضم إذن تفخم لعنهم الله لعنهم الله تمام طيب هذا الألف بين اللام والهاء غير مرسوم ولكنه مقروق في الوصل ما الطبيعي مقداره حركتين وفي الوقف مد عارض للسكون فإذا وقفنا على الكلمة نقف على الهاء بالسكون نبين فيها الهامس والرخاوة وهذا الألف يمد عارض للسكون حركتين أو أربع أو ست حركات لعنهم الله أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا ننساكن يليها ياء تضغم في الياء اضغام ناقص بغنة ومن يلعن لم ساكنه في فعل حكمها الإظهار ومن يلعن الله لام اسم الجلالة ترقق لأنها مسبوقة بكسر ومن يلعن الله فلن تجده ننساكنه يليها تاء تخفى النون عند التاء اخفاء حقيقي فلن تجده فلن تجده له نصيرا بين الكلمتين هذه الواو الصغيرة مد صلة صغرى تمد حركتين متلحق بالطبيعي كأن الهاء المضمومة يليها واو طبعا هذا المد يثبت عند الوصل ويزول عند الوقف فإن وقفنا على كلمة له يزول مد الصلة ونقف على الهاء بالسكون له فلن تجد له وإن وصلنا يأتي مد الصلة له نصيرا الصاد من حروف التفخيم والرأ مفتوحة ومنونة تفخم لكن النون مرققة نحافظ على ترقيق النون ليست ناصيرا ليست نا ولكن نا نا ناصي ناصيرا وقفا تنوين النص بنقف عليه بألف يعني مد عوض عوضا عن نون التنوين الساكنة ناصيرا ناصيرا وإن وصلنا الآية القادمة تبدأ بهمزة يعني إظهار حلقي ناصيرا أم لهم تمام إذن نقرأ ومن يلعان الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك هذه الميمات السواكن مظهر إظهار شفوي أم لهم أم لهم كميم ساكنة زمنها توسط من حروف لن عمر نصيب كما مر معنا الصاد حرف مفخم لكن النون مرققة ليست نصيب ولكن ناصيب ناصيب تمام هذا التنوين يليه ميم يعني إضغام كامل بغنة ناصيب من ناصيب من لو وقفنا على كلمة ناصيب تكون البأ ساكنة تقلقل أم لهم نصيب وتكون الياء مد عرض للسكون من الملك اللام الساكنة الأولى لام قمرية حكمها إظهار قمري أما اللام الساكنة الثانية في اسم إذن هي لام اسم مظهرة من الملك من الملك وهنا ننتبه إن وقفنا على الكلمة تكون الكاف ساكنة فيها همس انتبهوا عند الوقف هناك خطأ شائع وهو مد اللام تخيلوا فالبعض يقول من الملك هي زمنها توسط ليه مدناها من الملك من الملك توسط ثم همس الكاف فانتبهوا جيدا لهذا الخطأ في عدة كلمات هذه منها لذلك أنا تعمدت الوقف على هذا الموضع كي أبين هذا الأمر ولكن في التلاوة سنصل إذن نقرأ أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا كلمة فإذا أو كلمة إذا لها في الوصل حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين في الوصل هنا يليها لام إذن إضغام كامل بدون غنة فإذا لا فإذا لا أما وقفا على تنوين النصب كما بينا سابقا مد عوض عند الوقف فإذا فإذا ولكن سنصل الأفضل الوصل وكلمة إذن ترسم في اللغة إما بالتنوين أو بالنون الساكنة لكن في القرآن الكريم في المصحف ترسم بالتنوين إذن لها في الوصل حكم من أحكام النون الساكنة والتنوين ولها في الوقف المد العوض إذن نقرأ فإذا لا هذا عند الوصل ووقفا فإذا طيب يؤتونا ننتبه للهمزة الساكنة نحذر من القلقلة لا تقلقل لا يؤتونا نغلق الحبلين الصوتيين حتى نصل إلى التاء لا يؤتو لا يؤتونا تمام طيب عند الوصل تسقط همزة الوصل واللام الشمسية تضغم في الحرف التالي ولا تقرأ الكلمة أصلا ناس النون فيها مفتوحة فمن أين أتت هذه النون المشددة؟ أتت من إضغام اللام الشمسية في النون وكما قلنا آلية الإضغام أن يتحول الحرف المضغم إلى حرف مماثل للمضغم فيه المضغم هنا لام والمضغم فيه نون مفتوحة تحولت اللام الساكنة لم أل التعريف إلى نون ساكنة ثم أضغمت في النون المفتوحة التي في كلمة ناس فأصبحت نون مشددة حكمها وجوب الغنة فإذا لا يؤتونا الناس طيب نقيرة ألقاف حرف مفخم ورأ مفتوحة ومنونة أيضا تفخم كما قلنا نرقق النون ووقفا مدعي وض فنقول نقيرا نقيرا وليست نقيرا ليست نا ولكن نا نا نقيرا نقيرا إذا نقرأ والأفضل أن نبدأ من بداية الآية أم لهم نصيب من الملك فإذا يعني في هذه الحالة لا يؤتونا الناس نقيرا لا يعطونا الناس شيئا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتونا الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله هنا ننتبه لضم السين السين مضمومة وليست مكسورة لا نقول يحسدون خطأ طبعا الحاء الساكنة نبين فيها الهمس والرخاوة يحسدون طيب على ما آتاهم هذا الألف يلي همزة في الكلمة التالية إذن هو مد منفصل يمد حركتين بشروط أو أربع أو خمس حركات أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله كما قلنا انفصل الألف عن الهمزة بين كلمتين إذن هو مد منفصل على ما آتاهم أما هذا الألف فهو مسبوك بهمزة مفتوحة إذن هو مد بدل يمد حركتين ويلحق بالطبيعي آتاهم آتاهم النقطة الثانية نفرق بين كلمة آتاهم النقطة الثانية نفرق بين كلمة آتاهم الهمزة على السطر وليست على الألف بمعنى أعطاهم أما الهمزة لو كانت على الألف أتاهم هكذا تكون بمعنى جاءهم وفي التلاوة الفرق واضح هذا الألف يمد حركتين كأي ألف بالمد الطبيعي إذن هنا نقول آتاهم وليست أتاهم تمام؟ طيب عند الوصل تفخم لام اسم الجلالة لأنها مسبوكة بضم وكما قلنا هذه ميم أصلا ساكنة ميم جمع حركت بالضم للتخلص من التقاء الساكنين على ما آتاهم الله من فضله نون ساكنة يليها فاء يعني إخفاء حقيقي من فاء أما الضاد من حروف التفخيم أتت ساكنة نبين فيها الصفات الاستعلاء الإطباق الرخاوة لاستطالة من فضله 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 تمام؟ طيب بين الكلمتين عند الوصل مد صلة صغرى إذن نقرأ وعند التلاوة ننتبه لا نبدأ بما الموصولة لأنها هنا في هذا الموضع بمعنى الذي أم يحسدون الناس على الذي آتاهم الله من فضله فلو بدأنا بها تعطي معنى النفي وكأن الكلام فيه النفي أن الله عز وجل آتاهم من فضله إذن لا نبدأ ونقول ما آتاهم الله من فضله ولكن نبدأ من بداية الآية أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الأحكام المكتوبة مرت معنى هنا دال ساكنة تقلقل فقد فقد وكذلك هذه الباء إبراهيم الكتاب لو وقفنا تكون الباء ساكنة مقلقلة أما كلمة آلة هذا الألف مسبوق بهمزة مفتوحة إذن هو مد بدل وأتى قبل الأخير فلو وقفنا على هذه الكلمة هنا يجتمع على هذا الألف نوعان من أنواع المدود البدل والعارض للسكون في الوصل هو مد بدل يمد حركتين وفي الوقف أتى قبل الأخير إذن أتى على هذا الألف نوع الثاني من أنواع المد وهو العارض للسكون فأيهما يطبق؟ هنا نطبق قاعدة أقوى السببين العارض والبدل عند الوقف أقول عند الوقف اجتمع على نفس حرف المد وهو الألف في هذه الحالة يطبق المد الأقوى والعارض هو الأقوى من البدل إذن إن وقفنا نقول أل أل إما حركتين أو أربع أو ست حركات حسب المد العارض في جميع الوقف الذي قرأت به لكن لو وصلنا لا يوجد مد عارض للسكون بدل فقط آل إبراهيم آل إبراهيم إذن نقرأ وأنا سأصل إذن لا يوجد مد عارض للسكون سأقرأ بالبدل فقط فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما الكتاب والحكمة أولاً لام قمرية مظهرة ونتم كسر الحاء وهمس الكاف الساكنة والحك والحكمة والحكمة وآتيناهم نفس الكلام الألف الأول مد بدل ملكاً عظيما بين الكلمتين هذه الميم الساكنة تضغم في الميم المتحركة بعدها إضغام شفوي وآتيناهم ملكا وآتيناهم ملكا ملكا وقفاً مد عوض ولكن وصلاً تنوين يليه عين يعني إظهار حلقي ملكاً عظيما الضاء من حروف التفخيم ووقفاً مد عوض لكن نحافظ على ترقيق العين ليست ع عظيما ولكن ع ظي عظيما فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه التجويد الموجود في هذه الكلمات ستكرر معنا في الكلمات التالية هذه النون الساكنة يليها هاء يعني إظهار حلقي وهذه النون الساكنة يليها همزة كذلك إظهار حلقي هذه الميم الساكنة يليها ميم تضغم الساكنة في الميم إضغام شفوي فمنهم من آمن وكما مر معنا هذا الألف مد بدل وهذه الياء الصغيرة مد صلة صغرى أما هذه النون الساكنة يليها صاد إذن تخفى هذه النون إخفاء حقيقي والغن مفخمة لأن الصاد حرف مفخم من صى من صدى ننتبه لترقيق الدال لا تفخم فتكون كالضاد لا نقول من صد عنه ليس صدى انتبهوا هذه دال وليس الضاد صدى من صدى عنه فمنهم من آمن به ومنهم من صدى عنه وكفى بجهنم سعيرا هنا ننتبه لمقدار المد الطبيعي بهذا الألف وكفى ألف مقدار حركتين البعض للأسف يسقط هذا الألف فيقول وكفى بجهنم أين الألف؟ وكفى بجهنم وكفى بجهنم تمام؟ طيب أنه مشدد فيها الغنة بمقدار حركتين وهذه الرأي المفتوحة تفخم والتنوين وقفا مد عوض سعيرا سعيرا وكفى بجهنم سعيرا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَنُصْلِيهِمْ نَارًا كفروا نفخم هذه الرأ لأنها مضمومة وننتبه لترقيق الكاف والفاء لا تفخم مع الرأ لا نقول كفروا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا غَلَطْ كَفَرُوا كَفَرُوا سَوْفَنُصْلِيهِمْ نَارًا كلمة نارا نعوذ بالله من النار رأم مفتوحة تفخم والتنوين وقفا مد عوض كما مر معنا ننتبه لترقيق النون والألف لا تفخم فنقول نارا سوف نصليهم نارا غلط سوف نصليهم نارا نارا طبعا وصلا تنوين يليه كاف يعني إخفاء حقيقي نارا كلما إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نارا كلما كلما نضيجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها أولا كلمة كلما ننتبه جيدا لترقيق الكاف البعض يفخم للأسف الكاف في هذه الكلمة فتكون كلما وهذا خطأ كو وليست قو كلما 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 نا ضي جت الضاد فقط هي الحرف المفخم ولا نقول دي وإلا تحولت إلى دا المكسورة وهذا خطأ فانتبهوا إذن هنا لا نقول نادي جت ليست نادي ولكن نا ضي ضي نادي نادي جت نادي جت أهم شيء نفخم الضاد ونحافظ على ترقيق النون كلما نضي جت جلودهم بدلناهم ميم ساكنة يليها باء يعني إخفاء شفوي جلودهم بدلناهم هذه اللامس ساكنة في فعل إذن هي مظهرة لأنها في وسط الكلمة جلودهم بدلناهم إذن نقرأ كلما نضي جت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب جميع الأحكام مرت معنا تظهر نون التنوين الساكنة لأن الحرف التالي غين جلودا غيرها طبعا الغين من حروف التفخيم ورأ مفتوحة فخم جلودا غيرها ليذوقوا نتم كسر اللام الأول انتبهوا ولا نبدل أذال بزاي لا نقول ليذوق العذاب ليذوق العذاب وعند الوصل يلتقي ساكنان الواو واللام القمرية الواو حرف مد إذن يحذف عند الوصل للتخلص من التقاء الساكنين نقرأ من القاف إلى اللام ليذوق العذاب ولو وقفنا على كلمة العذاب تكون الباء ساكنة مقلقلة وقلا رمز من رموز الوقف والابتداء ويعني جواز الوصل وجواز الوقف ولكن الوقف أولى بدلنا هم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما نفس الكلام هذه النون المشددة فيها الغنى بمقدار حركتين وتفخم لام اسم الجلالة لأنها سبقت بفتح إن الله كان عزيزا حكيما تنوين يليحاء والحاء من حروف الإظهار الحلقي إذن تظهر نون التنوين الساكنة أما هذا التنوين وقفا نقف بألف عوضا عن نون التنوين الساكنة عزيزا حكيما إذن نقرأ إن الله كان عزيزا حكيما نكتفل اليوم بهذا القدر والمرة القادمة إن شاء الله نكمل شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم